موسيقى الجمعية المغربية لحيمية المال العام بشاركة مع هيئة المحمد بالرباط تنظيم اليوم ندوى حول قضية أساسية ومهمة لتعلق الأمر بمكافحة الفساد وتخليق منظومة العدالة بحيث أن السلطة القضائية والقضاء كما تعلمون يلعبوا دور أساسي ومهم في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة ولا يمكن قضاء الفساد والتصديل للرشوة مع وجود منظومة للعدالة وبيئة محتضنة للفساد والرشوة وبالتالي فالتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لما تدحضاش من الاتفاقية تجعل من دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد دورا محوريا وأساسيا ولكن هذا الدور لا يمكن أن يكون في ضل منظومة ونظام قضائي يعاني من اختلالات تعلق بالفساد والرشوة وأنتم تعرفون على أن الخوف وانعدام احساس بالأمن وبالطمأنينة يقول لما تكون هناك بيئة حاضنة للفساد وبالتالي فلا يمكن الحديث عن الاستثمار وعن مناخ الأعمال وعن التنمية مع وجود منظومة للعدالة فيها فساد وفيها الرشوة وهذا لم يعد خافيا لأحد بحيث أن اليوم نلاحظ كيف أن الناس تشتكي من الظلم ومن التمييز ومن ضعف أحكام العدالة والقانون فحيث أنه كلما يخرج الناس من المحاكم يتأففون ويشعرون بنوعي من الغبن نتيجة ماذا؟ نتيجة سيادة الفساد والرشوة في منظومة العدالة إذن الإصلاح وتقدم بلادنا لا يمكن أن يكون بدون إصلاح حقيقي واستقلال حقيقي للسلطة القضائية الضامنة للعدل كقيمة إنسانية وكقيمة حقوقية أيضا